الله معكم الاعتراض رقم 31 يقول كم كانت مدة حكم يوثام على يهودة يقول المعطرين أن سفر الملوك الثاني 15 32 إلى 33 تقول بأنه حكم 16 عاما لكن سفر الملوك الثاني 15 30 تقول بأنه حكم 20 سنة نقوم بداية بقراءة الآيات التي ذكرها المعطرين فنقرأ في سفر الملوك الثاني 15 32 إلى 33 في السنة الثانية لفقح بن رماليا ملك إسرائيل ملك يوثام بن عزية ملك يهودة كان ابن خمس وعشرين سنة هنا ملكة وملكة ستة عشرة سنة في أورشاليم واسم أمه يروشا بن تصادوق ونقرأ في سفر الملوك الثاني 15 30 وفتن هوشع بن أيلة على فقح بن رماليا وضربه فقتله وملك عوضا عنه في السنة العشرين ليوثام بن عزية لقد فشل المعطرين في القيام بقراءة دقيقة للنصوص فإن يوثام قد حكم عليه وضع لمدة ستة عشر عام وهذا ما يشير إليه سفر الملوك الثاني في الآيات 32 و 33 من الأصحاح الخامس عشرين برغم من ذلك فإن يوثام قد حكم في فترة مرض أبيه الملك عزية وهذا ما نجده من سفر أخبار الأيام الثاني 16 21 وكان عزي الملك أبرص إلى يوم وفاته وأقام في بيت المرض أبرص لأنه قطع من بيت الرب وكان يوثام ابنه على بيت الملك يحكم على شعب العرض ولا يوجد أي آية تناقض ما سبق وذكرناها برغم من أن سفر الملوك الثاني 15-30 تذكر السنة العشرين ليوثام إلا أن قراءة الآية بدقة لا تقول أن يوثام كان على سدة الحكم في ذلك الوقت فالآية تقول فقط أن حدثا ما قد وقع بعد عشرين سنة من اعتلاء يوثام للحكم وفي ذلك الوقت كان أحاز هو المتسلط على يهوذة لكن أحاز لم يكن قد ورد في سفر أخبار الأيام الثانية وبالتالي لجع الكاتب إلى اعتماد تاريخ اتلاء يوثام للسلطة كنقطة مرجعية إن الآيات متوافقة بشكل كامل ولا يوجد أي تناقض فيما بيتها ربي بارد حياتكم يمنحكم نعمة المجد لله الله معكم